اعذروني يمكن سجلت مقاطع كثيرة حول هذا لكن في كلامه بعض النقاط التي يكون تعليق عليها جيد اسمع ثم تقول لماذا لا تطبقون هذه القاعدة على من تكلمتم فيهم كأمثال حوينة وحسان عندما يعذرون الذي ينفي علو الله ينفي صفات الله فنقول لهم لماذا لا تطبقون هذا على أهل السنة الذين تنسبون لهم مخالفات أقول لك أين أثر الحوينة في الإسلام والمسلمين طيب لنفترض أنه ليس له أثر ليس له لنفترض مع أننا لو تكلمنا عن أثر الشيخ الحوينة أثره كبير جدا كثير من الناس ما عرف السنة لمن خلاله ومن خلال فيديوهاته وكذا لكن لنفترض ما له أثر القاعدة في التبديع ترتبط بأثره يعني الإنسان إذا له أثر ما نبدعه ما له أثر نبدعه هل هذه قاعدة صحيحة في التبديع أم هي قواعد علمية تنطبق على الذي له أثر والذي ليس له أثر شوف المواربة هذه طبعا كتب الحوينة كثيرة دروس الحوينة كثيرة المسلمون يعني سبحان الله استفادوا منه علما وحبوا الحديث النبوي ونفوا كثير من الحديث الضعيفة بسبب تقريبه علم الحديث للناس وحب الحديث لكن أنا أتكلم لو لم يكن له أثر هذا إنسان مسلم أنت عليك أن لا تبدعه إذا كان لا يبدع طيب الآخر صاحب الأثر يبدع حتى لو كان عنده أثر وكان مبتلع هل له شرح لكتاب كتب العقيدة؟ هل يحتاج الإنسان أن يكون له شرح لكتاب من كتب العقيدة حتى لا يبدع؟ طيب النبوي هل له شرح؟ كتاب من كتب العقيدة؟ لا طيب لماذا أنتم تنفون عنه البدعة؟ والله له أثر شرح صحيح مسلم كتب رياض الصالحين وبالتالي نحن لا نبدعه طيب النبوي الشي اسمه؟ الحويني كم من أحاديث شرحها؟ كم من أحاديث علق عليها؟ وكم من دروس عملها؟ وكم من سلاسل عملها؟ هذا ما شرح كتابا في العقيدة؟ وهذا ما شرح كتابا في العقيدة؟ لا نأتي عند الحويني يجب أن يشرح كتابا في العقيدة أو شرح لكتاب من كتب أهل السنة؟ أثره في الإسلام المسلمين في قوله في الحاكمية؟ ما قوله في الحاكمية؟ يوحد الله سبحانه وتعالى أنت تريد تشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره؟ ولا ماذا تريد؟ طيب قوله في الحاكمية من الذي أشاع هذا الكلام الذي قاله في الحاكمية؟ هو كان كلمة في درس من ضمن ساعات تعد بالآلاف له في دروسي كلمة قالها أنتم الذين اقتصصتموها ونشرتموها بيننا طيب النووي قال كلاما أشد من أساسا كلام الحويني صحيح يعني الحويني يقول لك حاكمية الله يمكن أن يجوهر التوحيد ولا شيء من هذا القبيل أليس صحيحا أنك عندما من جوهر إيمانك بالله سبحانه وتعالى عمليا الإيمان العملي تعلق بالله سبحانه وتعالى أن تحكم الله سبحانه وتعالى في سائر أمورك أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى في سائر أمورك أن تقدم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له أليس هذا جعل حياتك كلها لله سبحانه وتعالى فتحكم ما أنزله الله سبحانه وتعالى على النبيه في سائر أمور حياتك فهذا يعد ذنبا عند المداخل لماذا؟ لأنهم يقدسون أناسا لا يحكمون شرع الله فأي شيء تذكر فيه كلمة حكم أي شيء فيه تعظم الله سبحانه وتعالى أي شيء تدعو فيه إلى حكم الله سبحانه وتعالى هذا مشكلة بالنسبة لهم فوقال كلمة طيب نفي علو الله سبحانه وتعالى عند النووي لا عادي وإن مشكلة بالنسبة لهم ونصرتي ودفاعي عن سيد قطب طيب دافع عن شخص وأنت تدافع عن شخص هو دافع عن شخص يمكن يعني عنده أشياء بداء أو ما شبه ذلك وأنت تدافع عن شخص عنده بداء هو دافع عن سيد قطب وأنت تدافع عن نوم سيد قطب مفسر قرآن عنده تفسير القرآن وأنه عنده شرح كتاب هدي هذا دافع عن واحد عنده بداء هذا دافع عن واحد عنده بداء وتكفري المصر على الكبائر هذه كرر كثيرا أنه لا يكفر المصر على الكبائر النووي تخترع له توبة أو حتى مو أنت الذي اخترعت لكن أقول يعني تصر على إثبات توبة لا غير ثابتة له تصر على إثباتها له والنووي والحوين وهو صاريح يقول لك أن لا أكفر المصر على الكبيرة لا تقبلوا لك لا خلاص أنا في عندي مقطع فهنت منه أنك تكفر المصر على الكبيرة إذن خلاص أنت تكفر شوف التعامل كي شوف التناقض هذا وفي تهييجه للناس بالخطب الساعات خطب الجمعة وهو يحمس الناس ويهيجهم وسنفعل كذا وسنفعل كذا إن هي إلا إسماء سميتموها أنتم وآبائكم وفي الثورة أنا ما فهمت أشي يقصدهم حقيقة ما فهمت أشي يهيج الناس وإن هي إلا إسماء التي قامت في مصر سكت ولم ينصر منهج السلف وعقيدة السلف في حرمة الخروج مع أنه كان يقرها ويدندن حولها من قبل على طريقة العلماء الربانين يعني شوف هو لم ينصر طريقة أهل السنة في الخروج لم ينصر طريقة أهل السنة في الخروج طيب ما نصر طريقة أهل السنة في الخروج لأنه ما فعل ذلك بدك تبدعه طيب والذي نصر طريقة الأشعرية في الصفات الله رب العالمين أي أعظم عندك الحاكم ولا الله أي أعظم عندك الخروج على الحاكم ولا معرفة رب العالمين لا هذه المعيار عندهم ثم بعد ذلك سكت وبنى رأيه على المصالح والمفاسد وكذلك محمد حسان أين أثره في الإسلام والمسلمين طيب ما في داعي كل واحد فقط بيّنت لكم كيف أنهم ليس عندهم قواعد صحيحة في التبديع تطبق على الجميع ما في قواعد ثابتة ما في معالم واضحة لطريقتهم في التبديع وإنما على الهواء خلص واحد ما نجو على تبديعه بدنا نخترع له ثوبه وبدنا نعمله يعني قواعد خاصة به أنه شرح صحيح مسلم إذن هذا لا يبدع ليش؟ لأنه إذا بدعنا بدنا الأشاعر يزعله منا وفي ناس ما بدعته هذه طريقتهم هذه طريقتهم هل سمعتم من هذا الذي يتكلم؟ قاعدة واضحة طبق على الحويني وعلى النووي إن قال أثره على المسلمين من أين أتى بهذه القاعدة؟ الذي له أثر الذي له كتب مشهورة وما شبه ذلك لا يبدع من أين جاءت هذه القاعدة؟ سؤال ما علاقة البدعة باشتهار الكتب؟ أنتم تزعمون أنكم سلفين هل السلف امتنعوا عن تكثير أحد أو عن تبديع أحد أو عن تضليل أحد لمجرد أن عنده كتب مشهورة أو ما شابه؟ أين هذا يوجد؟ هذه قاعدة ما صممت إلا للنووي بن حجر أبداً صممت وألفت لتنطبق على النووي بن حجر تروح على واحدة من المعاصر إنسان ما العودة عنده مئة كتاب يسر جبر شرح الكتب الستة علي جمعة عنده يمكن ستين كتاب على فكرة فلا تفكره هيك طالع درويش ومهبول تشوفه هيك بالفيديوهات يستهبل ويضحك ضحكات غريبة له كتب في أبوابها نافعة له مدخل للمذاهب الأربع وله كتب في أصول فقه نافعة طيب هذا ما يبدأ على هذه القواعد التي اخترعوها للنووي أسامة الأزهري لا يبدأ على القواعد التي اخترعوها للنووي له أثر سلام عليكم